ألا يستغرب أن تأتي جماعة وهم يرفعون شعار الإسلام وتتسمى باسم الإسلام وتطبيق الشريعة ثم يقع الفساد المالي فيها وتفسد معايش الناس أليس هذا مستغربا؟ أنا أريد أن أقول حتى المنادين بالدولة المدنية الآن بمعنى أنها ليست دولة دينية أنا أقول طيب السودان قامت فيه دول مدنية سواء كان الديمقراطيات التي قامت في فترة الستينيات أو في فترة الثمانينيات قبل ذلك في الخمسينيات أول ما نال السودان استقراره وهذه الدول نفسها عانت من ذات هذه الأمراض فالفساد هو الفساد سواء كان في دولة تتسمى بالمدنية أو دولة تتسمى بالدينية أو دولة تتسمى إسلامية ولذلك يجب بذل الحريات للناس بحيث يكون صوت المناصحة والانتقاد يعني عالية ترجمة نانسي قنقر